اشتركوا في القناة ثمن عاليا الجهود ليقوم به الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بالاضافة للدعم المستمر المقدم من الفيفا الى اتحاد الامراتي لكرة القدم طوال العوام الماضية الجميع احظى بهذا الدعم وهذا الجهد المقدر منهم يمر العالم اليوم في تحدي صعب من خلال تفشي جائحة فيروس كورونا مما جعل كافة الدول العالم تراجع أولوياتها قراراتها هنا اود انشيد بالقرارات الموفقة التي تتخذها الاتحاد الامراتي لكرة القدم تلبية الدعوة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حول تأجيل كافة المسابقات الكروية لحين الانتهاء من هذه الازمة وهنا اذكر قول الجاني انفنتينو ان الاولوية الان في العالم لصحة البشر من اجل الحفاظ عليهم من تفشي كورونا المسجد تطلع دولة الامارات الاحتفال بمرور خمسين عام على تأسيس اتحاد الامارات الكرة القدم خلال العام المقبل مما يدعو إلى أهمية تكاتف الجهود وتكثيفها من أجل الارتقاء بمستوى الكرة الاماراتية حتى تصبح نموذج يحتبى على المستويين الاقليمي والدولي حضور الكريم من خلال تجربتي المتواضعة في رؤاسة اتحاد الامارات الكرة القدم مرت كرة القدم الاماراتية بالعديد من التحديات إلا أنه بتكاتف الاندية المسؤولين اللاعبين ودعم الجميع ومتابع حثيثا من قبل القيادة استطاعت كرة الامارات تحقيق نقلة على كافة المستويات ولكننا نطلع من مزيد مزيد من النجاح خلال العوام القادمة وأنا على ثقة أنا زميل الشيخ راشد وفريق عملاء قادر على تحقيق أمال وطموحات كرة القدم الاماراتية أود هنا التأكيد على أن منتخاب الامارات هو رمز مهم لهذا الوطن علينا جميعا كجماهير وأندية رياضية ومؤسسات أعلامية الوقوف مع المنتخب وتقديم الدعم اللازم والمستحق لاتحاد الكرة اتمنى التوفيق والنجاح للأندية الاماراتية في الاستحقاقات الكروية القادمة أيضا لأن أيضا نرى فيهم ومن خلالهم تطوير للأندية تطوير للمنتخبات وتطوير لهذه التجربة الرياضية سيدات والسادة أود أن أكد على أهمية استمرارية التواصل والتشاور بشكل دائم بين المؤسسات الرياضية في الدولة كلجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة والمجالس والأندية الرياضية يجب على الجميع العمل معا والتكاتف من أجل مستقبل كروي أفضل الجميع يتمنى من أعضاء اتحاد الكرة الإماراتية لاهتمام بتأهيل كوادر إماراتية من الشباب والشابات لاعبين إداريين حكام مدربين الفنيين لقيادة مستقبل كرة القدم في الإمارات فالكوادر الوطنية هي غاية ومهمة وهي التي ستنهض بكرتنا لكن هذا لا يعني ولا يمنع من التفاعل مع المحتلفين الجانب الذين يجب أن نحرص على نقل خبراتهم للنظراءهم في الإمارات وذلك من خلال فترة إقامتهم واحترافهم هم ضيوفنا وعزاء ومكرمين على الإعلام الإماراتي لقيام دورة المحوري في نقض الصورة الحقيقية لما يحدث في كواليس كرة القدم دون مجاملة أحد دون تشهير دون الإساءة كنا نطلع أن يكون الإعلام الإماراتي شريك مساند لكرتنا في مختلف الأوقات والمناسبات الأخوة والأخوات عندما سعينا كاتحاد كرة قدم خلال فترة تشرفي برأستها بدفع نحو تطبيق قرار إعادة اللاعبين الأجانب كان الهدف الاستفادة من خبرات هؤلاء اللاعبين رفع مستوى اللاعبين الإماراتيين عبر الاهتكاك رفع مستوى الدوري الإماراتي ليكون دوري أفضل على مستوى الخليجي وعلى مستوى اللاسيوي ويضعنا في طريق أوسع من التنافس استطاعت الأندية الإماراتية استخطاب أسماء عالمية لا شك تركت بصمة في الدوري الإماراتي على مرة السنوات كما منح الدوري الإماراتي الفرصة أمام العديد من اللاعبين الأجانب المتميزين للانطلاق بمسيراتهم الاحترافية نحو أرقى وأهم الدوريات العالمية ما يزال على اللاعب الإماراتي والأندية والتحاد كرة القدم بدل المزيد من الجهد ومضاعف ذلك لتطبيق الاحتراف وتبادل الخبرات مع الأندية والدوريات العالمية وهو تحدي يقع على أعتق الجميع دون استثناء على صعيد دبلوماسي يقوم فريق الخارجية وبعثات الدولة في الخارج لتقديم كافة أشكال الدعم لتحاد الكرة الإماراتي والمجالس الرياضية والأندية خلال مشاركاتهم الخارجية أدعو هنا الأندية والتحاد الكرة إلى أن يتقدموا لوزارة الخارجية بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها تعزز من مفهوم الدبلوماسي الرياضية حتى يتسنى لنا العمل على بلورة هذه الأفكار بما يعكس توجهات والتطلعات الأندية واللعبين وقيم مجتمع الإمارات أود التأكيد على أهمية الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية ودورها في التقريب بين الشعوب والتعريف بالدولة خارجيا وترويج لها والثقافتها وأكد لكم أن وزارة الخارجية تضع كافة إمكانياتها داخل الدولة وخارجها في خدمة أبناء الإمارات ورياضتها تمنى لخلوتكم التوفيق شكرا جزيلا